ورجعنا ثاني كده انا خلصت القطعة اللي اتفقنا عليها اشتغلت 30 سطر تمام وجيت هنا اه طبعا قبل كده كده كنت اشغالها معاكم من ساعة مركبت الحلقات دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلى الله وسلم وبركة على سيدنا محمد اهلا وسهلا بيكم فرحة الكروشي يارب تكونوا جماعة بخير ورجعنا ثاني شاء الله نكملين حبيت نهاردة اشتغل معاكم كده ايه شنطة للمدرسة اولادي شنطة باك او شنطة للمدرسة اولادي طبع ايلا دا وقت المستخدامة معانا معي خيط مكرمية مصري تمام معي خيط كحلي وخيط رماضي تمام الكمية كيلو جايبا من يعني من دعلا دا كده كيلو تمام وابرة رقم ستة واللاعة ومزورة واربع حلقات اللي هي النص دي عشان ايه نسبتها طبعا علشان ايه اليد بتاعت الشنطة تمام كده ارس كل الحاجات دي اللي معانا تمام كده حبيت كده برضو اوضح لكم كل حاجة معايا بس ياريت كده ان شاء الله تشرفوني بقناتي فرحة الكروشي تعملوا اشتراك وتعليق وتعملوا كده لايكات كتير تشجعونا به على بركة الله نبدأ ان شاء الله هشتغل كده تلاتين سلسلة تلاتين سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة تمام اكملهم كده تلاتين ونرجع تاني مرجعنا تاني كده اشتغلت تلاتين غرزة حشو واشتغلت سلسلة واحدة ارتفاع هنشتغل فين بقى في ظهر السلسلة هنا كده الحلقة التالتة دي من ظهر السلسلة اهي تمام كده هنشتغل فيها غرزة حشو كده اول واحدة اهي اهي ضهر السلسلة كمالها كده لغاية اول السطر ونرجع تاني مرجعنا تاني كده نشتغل تلاتين غرزة حشو في الحلقة التالتة اللي هي ايه في الظهر دي نرتفع سلسلة واحدة نلف الشغل بتاعنا كده تمام هنشتغل برضو تحت الحلقتين غرزة حشو تحت الحلقتين تمام كده برضو لغاية اخر السطر غرزة حشو تحت الحلقتين خلصن كده ونرجع تاني كده نخلصت السطر التاني برضو نفس النظام حنشتغل سلسلة اللي في الشغل بتاعنا حنشتغل فوق كل غرزة حشو وغرزة حشو تمام كده برضو نشتغل الوش سيعمل ذلك برضو تعملي الصaffen كلها كده يرجع تاني كده انا خلصت القطع اللي اتفقنا عليها اشتغلت 30 سطر تمام و جيت هنا اه طب انا قبل كده كنت اشغالها معاكم من ساعت ما ركبت الحلقات دي ركبتها في ثالث سطر سيبت غرزة من هنا وغرزة من هنا و ركبتها كده في الثلاثة الاولين والثلاثة الاخارة اللي هنا برضو تمام و جيت هنا برضو ركبتها في السطر 29 برضو الحلقتين ركبتها في السطر 29 نشوف برضو طول بتاعها قديه 28 سنطي طول بتاعها 28 سنطي طول بتاعها 28 سنطي نحن بقى عايزين ايه نتناقص عشان تدينا كده ميلة كده نشتغل ازاي نيجي نسيب اول غرزة هناك في السطر الى الثلاثين ده نسيب اول غرزة نيجي على الغرزة اللي بعدها على طول نشتغل ايه حشو كده نعلم اول سطر للتناقص لان احنا نتناقص ست سطور ست سطور تناقص كده اول سطر حلو نعلمه اهو خلاص تمام و بعد كده نشتغل فوق كل غرزة غرزة لغاية ما نوصل لاخر غرزتين حشو خلاص تمام كده انا برضو اخلص السطر ده نوصل عند اخر غرزتين ونرجع تاني وصلنا كده لاخر غرزتين في السطر حنشتغلهم ازاي كده ندخل الابرة جوه اول غرزة ونسحب خيد كده نطلع من الثلاثة ثلاثة حلقات مرة واحدة كده احنا نتناقص غرزة في اول السطر وغرزة في اخر السطر خلاص كده احنا كان عندنا تلاتين غرزة خلاص كده نشيل منهم غرزتين كده نسمح معانا كام السطر الاولان في التناقص ثمانية او عشرين غرزة تمام نرتفع سلسلة كده ونلف الشغل بتاعنا نشتغل ازاي برضو نسيب اول غرزة وندخل في اللي بعدها على طول نشتغل حشو واللي جنبها حشو واللي جنبها حشو نحن نمشي غرزة حشو لغاية ما نصل لاخر غرزتين في السطر خلاص كده ونرجع نتاني وصلنا لاخر غرزتين في السطر التاني في التناقص ندخل في اول غرزة نسحب خيد كده وندخل في تاني غرزة ونسحب خيد كده معانا ثلاث حلقات على القبر نطلع من يوم التلاتة مرة واحدة كده السطر التاني في التناقص كده وعدين الغرز بتاعتنا هو كالة ثمانية وعشرين تمام تناقصنا اثنين اصبح معانا ستة وعشرين غرزة كده ايه نرتفع سلسلة واللي في الشغل بتاعنا برضو نشتغل ازاي نشتغل برضو اول غرزة نسيبها في السطر التالت كده السطر التالت من التناقص نسيب اول غرزة وندخل في اللي بعدها على طول نشتغل حشو اللي وراها حشو واللي وراها حشو تمام كده برضو لغاية اخر غرزتين في السطر ونرجح تاني وارجعنا تاني للسطر التالت من التناقص كده عندنا اخر غرزتين برضو هندخل في اول غرزة نسحب خيد ندخل في الثانية نسحب خيد تمام معنا ثلاث حلقات على الابرة نطلع منهم الثلاثة مرة واحدة كده نرتفع سلسلة عشان نطلع على السطر الرابع لو عدينا السطر ده كان عندنا 26 غرزة نقصنا اثنين وجمعنا 24 غرزة السطر التالت من التناقص كده احنا نشتغل ايه السطر الرابع من التناقص نشتغل ازاي برضو هنسيب غرزة ندخل في الغرزة اللي بعدها نشتغل حشو واللي وراها حشو واللي وراها غرزة حشو تمام كده لغاية اخر السطر لغاية اخر غرزتين عندنا في السطر ونرجع تاني وصلنا للسطر الرابع في التناقص معنا اخر غرزتين برضو هنشتغلهم زي السطرة اللي عدت كده نسحب خيد من اول غرزة نسحب خيد من تاني غرزة ونطلع منهم الثلاثة مرة واحدة كده كانوا معانا كامل السطر الرابع ده كان معانا اربعة وعشرين غرزة نقصنا اثنين معانا اثنين وعشرين وغرزة حشو تمام كده نشتغل السطر الخامس تمام برضو نفس النظام نسيب اول غرزة ندخل في الغرزة اللي بعدها على طوب نشتغل حشو واللي جنبها برضو حشو واللي جنبها حشو واللي جنبها حشو خلاص كده برضو الاخر غرزتين في السطر ونرجع تاني رجعنا تاني السطر الخامس من التناقص اخر غرزتين برضو هنشتغلهم زي اللي عدت تمام كده كان معانا كام في السطر الخامس كان معانا 22 غرزة حشو تمام شنة 2 تبقى معانا كام 20 غرزة حشو تمام كده كده معانا اخر سطر اللي هو السادس من التزاين حنشتغلوا نفس النظام حنسيب غرزة ونروح للغرزة اللي بعدها نشتغل حشو واللي بعدها حشو واللي بعدها حشو نجي عند اخر غرزتين خلص دولا ونوصل هنا كده عند اخر غرزتين وصلنا لاخر تناقص كده برضو هنشتغلهم غرزتين في غرزة كده السطر ده لو عدينا هنلاقي كام 18 غرزة حشو خلاص كده خلاص خلاص كده خلاصت التناقص بتاعي انا خلاص كده مش هعمل تناقص تاني كده انا عايز اعمل ايه هرتفع سلسلة واحدة هرتفع سلسلة واحدة كده بس انا عز ادخل اللون الرمادي معايا عز ادخل اللون الرمادي تمام كده هنا كده انا فك دولا غرز دي كده ودخل اللون ايه واقفل باللون الرمادي كده خلاص كده اهي تمام هشتغل غرز حشو داير ميدور القطعة كلها خلاص كده اهي كده هشتغل غرزة تاني برضو كده هنا برضو نشتغل غرزة حشو تمام في كل سطر حيقابلنا طبعا الجناب دي القطعة كلها كانت كام الجناب تلاتين سطر يبقى نشتغل في كل جنب تلاتين غرزة حشو كده كده خلاص كده برضو نفس الخيط بتاعنا ده لشان ايه ملاحبكش الدول يا معنا خلاص كده اهو خلاص كده اهو قصاد كل سطر غرزة حشو خلاص كده قصاد كل غرزة حشو غرزة حشو كده لغاية اخر برضو يعني هلف على القطعة كلها كده غرزة حشو كلها خلاص كده كلها وارجع معاكم ثاني كده انا خلصتها كلها حوضتها بغرزة حشو تمام باللون ايه الرمادي كده انا خلاص حفصر الخط تمام كده كده نزبطه تحت الشغل عشان ايه ما يفكش معنا كده نضكوكو برضو حين تحت الشغل ونرجع تادينا خلاص ده ريهت الباقي الخيط تحت الشغل نلف الخيط كده نلف الشرطة بتاعتنا كده نحيه التانية الجهة التانية دي ونعد من الجنب ده خمستاشر غرزة جنب ده خمستاشر غرزة كده انا حط فيها علامة خلاص نشتغل في الحلقة الخلفية غرز حشو كده ندخل خط بتاعنا كده نرتفع سلسلة بعد كده نشتغل في نفس المكان هو هو برضو غرزة حشو كده خلاص بعد كده نشتغل ايه في كل غرزة حشو حتى قابلنا نشتغل فيها غرزة حشو بس ايه في الحلقة الخلفية كده اهو ناخد خلط البداية ده معنا برضو كده تحت ايه الشغل شانداري اهو تمام كده انا حشتغل داير ميدور كل غرز حشو لغاية ما نوصل فين اول السطر هنا ونعلمه كده شان ايه ما حفيش حاجاتهم مننا اهي تمام كده كده انا حشتغل كل داير ميدور غرز حشو الشنطة كلها كده ونرجع تاني انا مع بعض وارجعنا تاني كده خلصنا السطر كله غرزة حشو بس الحلقة الخلفية تشوي العلامة بتاعتنا نقفل كده في اول سطر كده نرتفع السلسلة واحدة خلاص كده اشتغل ايه بقى برده في الحلقة الخلفية شايفيننا الحرف ازداد ايه يتقوس كده تمام انا كده هشتغل برده اربع سطور يعني كده انا مشتغل سطر معكم هم هشتغل ثلاثة تاني ثلاثة سطور تاني حشو في الحلقة الخلفية خلاصوا نرجع كده اوريكم ايه الشكل النهائي وارجعنا تاني كده انا خلاص خلصتها كلها ايه اشتغلت اربع سطور زي ما اتفقنا وفصلت الخيط بتاعي كده انا المفروض هشتغل ايه تاني انا مشتغلة واحدة زيها بالظبط انا عملت معكم انتو هنا كده الضهر تمام كده انا اشتغلت برده واحدة وشة زيها بالظبط نفس العدد ونفس الغرز ونفس كل حاجة تمام كده ان شاء الله برده الفيديو عشان ما اطولوش عليكم كده احنقفلها مع بعض ان شاء الله الفيديو بجاي خلاص احنقفلها ونعمل لها جيب كده وكل حاجة باذن الله خلاص تمام بس طبعا منسلاش في لايك واشتراك وتعليق وتفعلوا الجرس عشان ان شاء الله كده وصلكم كل جديد تمام وربنا يحسن بين ايدينا وديكم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة